حديث آخر للزهراء عليه السلام وهذا ما يندى له الجبين ويخجل منه الذي يسمي نفسه شيعياً وليس متصفاً بهذا الوصف قال رجل لامرأته رجل أرسل امرأته إلى الزهراء عليه السلام إلى فاطمة قال لها اذهب إلى فاطمة بنت رسول الله واسأليها هل نحن من شيعتها الحمد لله أنه أرسل هذا الرجل زوجته إلى الزهراء عليه السلام ليسأل هل نحن من الشيعة هل نحن من شيعتها أم لا هذا جيد حتى نتعلم نحن حتى نستفاد من هذه الحكم الفاطمية الزهرائية العلوية قال رجل لامرأته اذهبي إلى فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فاسأليها عني أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم هذا السؤال يجب على كل شيعي غيور متبع إلى آل محمد عليه السلام أن يسأل نفسه ذات السؤال يسأل نفسه هذا السؤال نفس هذا السؤال هل أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم هل هذا حقا أنا متصف بهذا الوصف أم لست كذلك فسألتها فقالت عليها السلام قولي له هنا الزهراء تجيب على هذا السائل عن طريق زوجته تقول قولي له هذا الجواب حتى يعلم ما معنى الشيعة ومعنى أن يتصف بهذا الوصف وكيف يكون شيعيا هل هو يطبق ما يفعله الشيعة في زمن رسول الله في زمن علي في زمن الحسن والحسين عليهم السلام في زمن الأم عليهم السلام هل هم يفعلون ذلك كما في زمن أصحاب الحسين الذين أخلصوا صحبته حتى أنهم خلدوا في التاريخ والآن هم يوصفون بأنهم أفضل الأصحاب وأخير الأصحاب وأخلص الأصحاب فهل نحن كما كانوا للحسين عليه السلام فهل نحن لصاحب العسل والزمان كما كان أصحاب الحسين للحسين عليه السلام أم أن صاحب العسل والزمان يخرج غضبا غاضب علينا بل أسوأ من ذلك يجعل السيف فينا ويقتل منا من يسمون مراجعا عظاما علماء أطقيا حفظ للقرآن من العباد والزهاد حتى ورد أنه يخرجون على صاحب العسل والزمان أكثر من ستة عشر ألف من قراء القرآن جباههم مسودة من أثر السجود يخرجون عليه ويقول له الدين بخير أرجع يا ابن فاطمة لا حاجة لنا بك فيقتلهم فيضع السيف في أولهم فينتهي إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليه ويقتلهم أسرع من جزر جزور أسرع من قتل الإبل يقتلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلامة ذلك أن لا يقتل واحد من أصحاب الإمام قتال بين ستة عشر ألف وليس واحد من أصحابه يجرح أو يقتل هكذا ورد الرواية أنه لا يقتل واحد من أصحاب الإمام صلوات الله عليه وسلامه فيقتلهم جميعا لأنه لو بقى واحد منهم لورثنا أمثالهم ولكن يقتلهم جميعا فلا يبقى لهذا البترية يسمون بالبترية لا يبقى لإسمهم شيء أبدا بعهد الإمام صلى الله عليه وعلى آله يقتل البترية جميعا فلا يبقى واحد منهم في الكوف يقتلوه ما كذا وردت الرواية فهنا قالت الزهراء عندما سألتها عن لسان زوجها أنا من شيعتكم أو لست من شيعتكم قالت قولي له إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك فأنت من شيعتنا وإلا فلا هذه هي الطامة الكبرى يجب أن نقف على هذا البيان يجب أن نفهم ما معنى أن نعمل بما أمرونا وأن ننتهي عما نهونا وزجرون عنه هذه هي المصيبة العظمى يجب أن نقف عليها ولو بإشارات هنا الأمر الأول أنه يجب أن نفعل كل ما أمرنا به أمرنا أن نبرع من الظالمين وأن لا نتخذ لهم معذرية فهل نحن نفعل ما أمرنا كما أمرنا الله ورسوله أن نبرع من الظالمين ومن قاتل أهل البيت عليهم السلام لسنا كذلك كثير مننا يترضى على أعدائها ولي ويوجد المعذرية لهم ويقول كان الاختلاف فيما بينهم اختلافا سياسيا لا دينيا وعقديا وأصل الدين هو الاختلاف هنا أصل لهم وهذا صاحب القول هو شيعي هذه الطامة فهل هذا هو شيعي أو محب كلا وحاشا لله جل وعلا إن كنت تعمل بما أمرناك وتنتهي عما زجرناك هل ننتهي عن فعل المعصية والحرام أبدا لعلنا نستحي من حولنا ولكن عندما نكون في خلواتنا نفعل ما نشاء من المعاصي ومن النظر المحرمة والأعمال والأفعال المحرمة إذن أسنا من الشياء لا نأتمر بما أمرونا ولا ننتهي عما زجرنا فرجعت إليه وأخبرته بقول الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام فقال يا ويلي من يفك عن الذنوب والخطايا لا إله إلا الله هذا حال العاجز والضعيف من ينفك عن الذنوب والخطايا لماذا لا نجاهد أنفسنا وننفك عن هذه الذنوب والخطايا لماذا لا نستحي من إمامنا لماذا لا نستحي من رسول الله صلى الله عليه وعلا لماذا لا نستحي من الله جل وعلا لماذا لا ننفك عن الذنوب والخطايا لنجاهد أنفسنا ونجعلها لله طائعة مؤتمرة بأمر الله ومنزجرة عن نواه الله جل وعلا نستطيع أن أردنا وشئنا ولكن زين لنا الشيطان حب الشهوات يا ويلي من ينفك من الذنوب والخطايا فأنا إذن خالد في النار فإن من ليس من شيعتهم فهو خالد في النار فرجعت المرأة وقالت للزهراء ما ذكره زوجها يقول أنه يا ويلي لا أنفك من الخطايا والذنوب فإذن أنا لست من الشيعة فالحكم أني خالد في النار انظر جواب الزهراء كم هو دقيق وعاميق وواضح ويعلمنا بحالنا في هذا الزمان وماذا نفعل وما هو الواجب علينا هنا الزهراء عليه السلام عندما رجعت لها وقالت لها يقول من من لا ينفك من الذنوب إذن أنا ليس من الشيعة إذن أنا خالد في النار فقالت لفاطمة ما قال لها زوجها فقالت الزهراء ليس هكذا إن شيعتنا من خيار أهل الجنة الله وكل محبين إذن هناك الزهراء فرقت وقالت هنا شيعة وهنا محبين الزهراء ماذا قالت؟ قالت هنا لنا شيعة وهم من خيار أهل الجنة وقالت هنا لنا محبين وهم كذلك في الجنة لكن ليسوا من خيار أهل الجنة إذن حتى نعلم أن الزهراء فرقت بين الشيعة وبين المحبين لا كل أحد يتصف بهذا الوصف ويقول أنا من شيعتها ليقول أنا من محبيها من مواليها إن شاء الله تقبله والله يقبلهم فهنا قالت الزهراء ليس هكذا إن شيعتنا من خيار أهل الجنة وكل محبينا وموالينا وموالي أولياءنا ومعادي أعداءنا والمسلم بقلبه ولسانه لنا ليس من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا في سائر الموبقات إذن حتى نفهم كيف نكون من شيعتها أن نكون نسمع نواهيهم ونطيع أوامرهم فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كذب أنه من شيعتنا الذي من شيعتنا يشايعنا ويتبع لنا في أعمالنا والزهراء هنا تقول ليس من شيعتنا من لم يأتمر بأوامرنا وينتهي عن زواجرنا إذن ليس من شيعتنا من يأتمر بأوامر غيرنا ولا ينتهي من زواجرنا وما نهيناه عنه فهنا حتى نفهم ما معنى الشيعة والمحب الزهراء تقول إذا كان يستمع لنا ويطيعنا فهو من شيعتنا ويأتمر بأمرنا وينتهي عما نهيناه وزجرناه عنه هذا من شيعتنا إن عصى الله فهو ليس من شيعتنا انظر هنا الزهراء حددت الذي هو من الشيعة من يطع الله ورسوله وأهل البيت وينتهي عن نواهيهم والذي هو من شيعتهم ينتهي بنواهي آل محمد عليه السلام وزواجرهم هذا هو الذي فعلا من الشيعة متى ما عصى الله افترق عن الشيعة وذهب إلى المحبة والموالاة متى ما عصى الله وزاد في ذلك خرج عن حريم التشيؤ فهنا تقول الزهراء المسلم بقلبه ولسانه لنا فهل نحن مسلمون بقلبنا ولساننا لهم صلى الله عليه وسلم ليس كذلك ليس من شيعتنا إذا خالف أوامرنا ونواهينا إذن ليس من الشيعة لا أحد يقول أنا عصى الله وأنا من الشيعة هذا قول الزهراء عليه السلام تقول ليس من شيعتنا إذا خالفوا أوامرنا ونواهينا في سائر الموبقات وهم مع ذلك في الجنة الزهراء تقول المحبين هم في الجنة ولكن في الجنة قبل أن يعذبوا لا ليعذبون ويغربلون ويدخلون ويمسوا النار تمسهم النار وبعد ذلك يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة وباشرة وهم يعصون الله جل وعلا وهم مع ذلك في الجنة ولكن بعدما يطهرون من ذنوبهم الله أكبر يجب أن نطهر أنفسنا من الذنوب حتى ندخل الجنة فلا أحد يعتمد ويقول أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدخلنا بشفاعته الحسين لا يدخل عاصيا بشفاعته هناك بلايا ورزايا وابتلاءات ويغربل ويمحص حتى أنه يدخل الجنة فهنا يقول تقول الزهراء ولكن بعدما يطهرون من ذنوبهم بالبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأنواع شدائدها بأنواع شدائدها بأنواع شدائدها يعني هناك أهوال يوم القيامة عظيمة وشدائد مروعة فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه الحسين والإمام الصادق وسائر الأم يقول ليس من شيعتنا من يعصون أمرنا وشيعتنا لا تنال مستخفا بصلاته وهكذا الأم يقولون ذلك إذن لا كل أحد يعتمد على أنه شيعي ومحبل الحسين فهو في الجنة يجب أن يمحص ويبتلى بالرزايا والبلايا وأهوال يوم القيامة وشدائدها وأنواع الشدائد التي فيها بعد ذلك يدخل الجنة لعله ألف عام لعله مئة عام واليوم عند ربك بخمسين ألف سنة مما تعد حتى أنه يطهر من ذنوب والبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأنواع شدائدها أو في الطبق الأعلى من جهنم بعذابها وَوَيْلَا أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى إِذَنْ تَمَسُّنَا النَّارِ وَلَكِنْ فِي الْطَبَقِ الْأَعْلَى مِنْ جَهَنَّمِ بِعَذَابِهَا فهنا الزهراء تؤكد على هذا الأمر وتقول أنه هناك مراحل للتطهير حتى يطهرون من ما يجري عليهم أما البلايا وإما الرزايا وإما أهوال يوم القيامة وأنواع الشدائد فيها أو أنهم في الطبق الأعلى من جهنم يعذبون في نارها إذن حتى الشيعة الذين يتصفون بالشيعة لا الشيعة الأبرار الأخيار الحقيقيون أبداً لا الشيعة الذين هم محبون موالون هؤلاء تمسهم النار في الطبق الأعلى في الطبق الأعلى من جهنم بعذابها إلى أن نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم إلى حضرتنا حتى يطهرون ويتأذبون ويتعلمون فتنقذهم الزهراء وآل محمد عليهم السلام بحبنا تقول الزهراء حتى نستنقذهم بحبنا صلوات الله وسلامه عليها على الزهراء البتول تقول بعد أن يوضعون في أعلى طبق جهنم يعذبون فيها نستنقذهم بحبنا لهم لأن الزهراء لا تحرم من بكى على ولدها من الجنة ولكن تريد أن يمحص من الذنوب فيصفى كما يصفى الذهب في النار فتدخل هذه التي تسمى محبين للزهراء تدخل بحب الزهراء إلى الجنة ويدخلونه إلى أن نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم إلى حضرتنا